يومي سارة نسلم عليها تعودنا نشرجيه البطاري يومي سارة صباح النور صباح الفل بنتي عفيفة صباح النور مستمعي الكرام ربي يحفظكم اللهم يا ربي بارك لنا في شعبين وبلغنا رمضان ربي يحفظكم وربي بارك فيكم وحنا مع أنت أيام المباركات أيام النصف من شعبين رب إن شاء الله يرفع عنكم وعننا الوباء والغلى والأمراض والأسقام وربي ينجح الذرية وهما آخر الامتحانات نحن ديما مواكبين مع أنت الحمد لله رب العالمين للعائلة والأسرة نعم ثم ننطلق على بركة الله في يوم الجمعة المبارك بالصلاة على محمد قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته ألا تعلموا أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته يعاشقين محمدا وجماله صلوا عليه لتسعدوا بصلاته عيسى المسيح رآه في إنجيله وكذا الكليم رآه في توراته نذر علي إذا وصلت مقامه لأمر غنى الخيدين في عتباته وأقول لعيني ينظري وتمتعي هذا رسول الله أشرف خلقه صلوا عليه وسلم وتسليمة صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد في هذه الأنوار الربانية الأنوار المحمدية الأيام هذه المباركات مع أنت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في شعبين الأغر وقادمين على سيدي رمضان إن شاء الله في الأيام القادمة بعد إذ بنتي الغالية وإذن الراديو ميد إن شاء الله عنا الاستعداد لرمضان إن شاء الله فقط الأسبوع هذا كان لحقيقة بالمناسبة نعم اليوم العالمي للمرأة العالمي يعني الأمم والحضارات والهيئات والجمعيات كل واحد يدلوا بدلوة وإحنا الحمد لله رب العالمين دلونا مليان بالحقوق وبالحريات وبالتكريم اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد أنا والله العظيم وقتلي نعمل في هذه الدراسة دقت وحبيت وعشقت وقدش رقبتي توالت وقدش اعتزيت ونعتزوا لكل اللي إحنا نساء مسلمات خاطر رب سبحانه وتعالى كرمنا وجلنا وعظمنا ووصع لينا وحفظنا وهنا بش نشوفه في بعض الوقت هذا ان شاء الله مبارك يقول رب سبحانه وتعالى في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة إذن رب سبحانه وتعالى معنتها المساوات اللي الناس تنادي وأوروبا تنادي والشرق والغرب ينادي والهيئات والمنظمات وإن الحقيقة كل الاحترام وكل التقدير لها الهيئات العالمية والمنظمات الحقوقية التي تقول هذا نحن المسلمات نقولوا أحنا عنا ديننا مكرمنا وعنا مولانا اللي خلقنا مكرمنا وعنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي دللنا دلنا مكرمنا وقت اللي جاءت الرسالة المحمدية نحبك يا رسول الله وقت اللي جاء يلقى بعض القبائل تؤد البنية حية يقول رب سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظين يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب حاشم اللي جاء ببنية ويا سعدوا أحنا نقولوا اللي جاء ببنية يسعدوا يسعدوا الحنية والطيبة وأم أبيها والكل موجود عنا في ديننا أنا نحب لحقيقة رسالة لكل مرأة كل أم كل بنت كل زوجة كل أخت كل عمة كل خالة تعتز اللي هي معناتها مرأة مسلمة قطر وصع عليك العائلة لكل الخو والبو والزوج ردوا بالكم استوصوا بالنساء خيرة ردوا بالكم على وخياتكم ردوا بالكم على أمهاتكم ردوا بالكم على زوجاتكم استوصوا بالنساء خيرة وصية رسول الله يا ولدي يا خويا يا زوج ويا بو يا خو يا ولد رهو وصية سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمتك وخيتك وزوجتك إذن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كيف خيركم خيركم معنتها خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله رهو اللي خيرية معنتها للأهله إذن يقول من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة معنتها شو ربي سبحانه وتعالى كيف كيف معنتها وصى قالوا من حق الناسي بسحبة يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك إذن الأم كرمة والوخية مكرمة الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جيت مع الأسرة قالت له معنا ترني أنا أخت رسولها قالوا لهم ما نعرفوش لرسوله عنده أخت فسيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم التأثر اللي هي أخته من رضاعة وقال هي معنتها أختي شنو أن أعطاها من الخير وعطاها من الشياه وقالها معنتها وأطلقها سبحان الله قيمة الأخت وأخته موسى اللي في القرآن الكريم اللي قاعدة تتبع حتى اللي تهنات على وخيها ولحقيقة اللهم صل في إن شاء الله اقتراح أنا نرجع للنساء أنا أحب أن نختم بشعر نخدم بشعر حتى نشوف الوقت مبارك والخير كبير أنا حبيت نقول شعر خاطر إذا كان القرآن مش في كفينا الوقت ما شاء الله من الآيات الأحاديث ما شاء الله من الأحاديث طبعا شعر أنا يعجبني برشا نحب هدية ونقدم لبناتنا يا درة أنت رك درة يا عفيفة بنتي وانت رك درة يا مراية يا تونسية يا مؤمنة يا مسلمة يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها لللهوي واللعبي يا حرة حرة بخلقك ربي حرة وخلق مع أنتها وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك حرة يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب هل تستوي من رسول الله قائدها وآخر هذه أبا لهبي وأين من كانت الزهراء قدوتها وأين من كانت خديجة قدوتها وأين من كانت عائشة قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تستدعيه إن تدعيه يستجيبي هما سبيلان يا أختاه ويا بنتاه هما سبيلان فاكسبي من خير واكتسبي سبيلي ربك والقرآن ومنهجه اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد أنا نعتاد خطر برشا خير اللي مرها بكرم في القرآن بكرم في السنة بكرم مع أنت على العهود الكل الإسلامية من بعدها ما نقول كان أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لأنه نبدأ نحكي اللهم صلي وسلم وبارك فا الدرسي فا الدرسي اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد الفقر اللي مبعدك. نعم اللهم صلي وسلم. ربي بارك لك امي سارة اليوم تكريم للمرأة واحسن تكريم للمرأة هو انتي المتمثل في شخصك امنا واختنا وطبعا بصراحة رسالتك الكبيرة برشا وانتي قدوتنا وانتي معناه مثال الذي نحتوي بي ربي فضلكم يا سارة ربي بارك لك وشالله ديما مع بعضنا انشاء الله بش نعلو على السلسلة ربما انشاء الله ونرجع النساء نعم نساء اللي عبدنا به قدوات نعم نعم سيدة ماريا والسيدات اهل الجنة نعم انشاء الله وعنا انشاء الله بش نحكي وعلى استعداد لرمضان لرمضان بي حول الله شكرا لكم على المحب على حبيبنا محمد وحبك في الله وحبكم في الله ابنائي والمستمعين شكرا لك ترتحاء ورجعين مع ستودكو بعد شوية اشتركوا في القناة